الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً فهل بدأ شد الأحزمة؟ إعادة العذرية تثير الجدل وعيادات في قفص الاتهام شكراً لأنك تقدم معلومات صحيحة في طلبك مع أن نتأكد من أن المعلومات صحيحة إرامة للمكسرات أهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة أخبار الكمبس تقدمها لكم هدي الإبراهيم الاقتصاد السويدي يواجه وضعاً قاسياً هذا الشتاء والبلاد ستعيش ركوداً اقتصادياً العام المقبل مع ارتفاع الأسعار وتراجع الاستهلاك وتزايد البطالة هذه ملامح الصورة القاتمة التي قدمتها الحكومة عن توقعاتها الاقتصاد اليوم وزيرة المالية إليزابيت سفانتسون قالت أن هناك مخاطر كبيرة من أن الوضع سيكون أسوأ من المتوقع الوزيرة قالت إنه من الصعب معرفة مدى عمق الركود والمدة التي يستغرقها العمر الذي يؤكد أهمية التوازن في السياسة المالية السويدية لخفض تضخم والتعامل في الوقت نفسه مع انكماش الاقتصاد وتسجل البلاد سابع أعلى مستوى البطالة في الاتحاد الأوروبي وقد تزداد حالة سوق العمل سوءا وسط الركود سفانتسون أعلنت أن الحكومة ستقدم الأسبوع المقبل ميزانيتها الأولى التي تفاوضت عليها مع حزب ديمقراطي السويد إسدي معتبرة أن تقديم ميزانية تحضى بأغلبية في البرلمان أمر لم يحدث في البلاد منذ فترة طويلة جدا الوزيرة لافتت إلى أن الميزانية ستكون تاقشفية إلى حد ما من أجل عدم زيادة التضخم خمس أولويات حددتها الوزيرة في الميزانية المقبلة وكان لافتا أن تشديد سياسة الهجرة والاندماج يمثل أولوية في الميزانية رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة ليست السويد وحدها من تواجه أوضاع صعبة اقتصاديا التضخم ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو بأكملها خلال أكتوبر في حين سجلت السويد أوروبيا أقوى نمول الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام تقرير لمركز يوروستات ذكر أن الارتفاع السريع في الأسعار يلهم القوى الشرائية في منطقة اليورو ويدفع الاستهلاك والاستثمار إلى الانخفاض في حين يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يشدد قبضته لتغيير الاتجاه ولفت التقرير إلى أن ذلك يزيد من خطر الركود مع انكماش الاقتصاد لعدة أربع متتالية أسعار المستهلكين ارتفعت في أكتوبر بنسبة 10.7% عن مستوها قبل سنة وهو ارتفاع يتجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين الإحصاءات أشارت إلى أن النمو تباطأ في منطقة اليورو خلال الربع الثالث بينما سجلت السويد أقوى الأرقام مع نموم بنسبة 2.6% أما بالنسبة للتضخم فهو في أسوأ حالاته في دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا إذا ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم في السويد تطالب النقابات بزيادة الأجور لحماية ذوي الدخل المنخفض ورغم أن الأسعار ترتفع إلى مستويات قياسية تحاول النقابات الحذر في مطالبها لأن زيادة الأجور بنسبة كبيرة ستدفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع اليوم طالبت النقابات الصناعية في البلاد بزيادة الأجور بنسبة 4.4% العام المقبل النقابات الخمس في قطاع الصناعة قالت إن هناك أساسا وجيها لزيادة الرواتب وستتراجع الأجور الحقيقية في السويد للمرة الأولى منذ فترة طويلة وتطالب النقابات أيضا بزيادة المعاشات التقاعدية إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1600 كرون وستخد النقابات مفاوضات يتوقع أن تكون صعبة مع الشركات ومنظمات أرباب العمل فيها يهدد الركود مجملا نشاط الاقتصادي في البلاد تثير ما تسمى عمليات إعادة العذرية جدلا في السويد تحقيق أجراه التليفزيون السويدي كشف أن عددا من العيادات مستعدة لإجراء هذه العمليات للشابات مقابل أموال تتراوح بين 10 ألاف وأربعين ألف كرون التحقيق نصب فخا لبعض العيادات عبر مراسلة صحفية من وصول عربية تظاهرت بأنها تريد إعادة عذريتها وبينما قالت بعض العيادات عالنا أنها لا تجري هذا النوع من العمليات فإنها قابلت سرا بإجرائها التحقيق تضمن مقابلة مع فتاة قالت إنها خضعت لفحص العذرية حين كانت في السادس عشر من عمرها بإجبار من أهلها هيئة المساواة بين الجنسين اعتبرت العمليات أحد ركائز ما يسمى الاتهاض المرتبط بالشرف مطالبة بسحب ترخيص كل طبيب يجري هذه العمليات في حين قال خبراء إنه لا يوجد علميا ما يسمى عملية إعادة العذرية أو حتى ما يسمى غشاء البكارة وأنه لا يمكن أصلا أن يعرف أحد غير الفتاة نفسها إن كانت قد مارس الجنس من قبل أم لا وتتجه الحكومة الجديدة في البلاد إلى تجريم عمليات العذرية بشكل واضح رئيس الوزراء النرويجي يونسغار ستوري يعلن رفع مستوى التأهب العسكري اعتبارا من اليوم ستوري أرجع القرار إلى التوتر الأمني المرتبط بالحرب الروسية في أوكرانيا قوات الدفاع النرويجية سترفع مستوى التأهب من المستوى الصفر إلى الأول في حين أكد ستوري أن القرار لم يتخذ نتيجة حدث معين بل بسبب صورة عامة للوضع وكانت النرويج رصدت الأسابيع الماضية طائرات مسيرة مجهولة قرب منشآت حيوية مهمة فيما كشفت صور أقمار صناعية عن قيام روسيا مؤخرا بنشر 11 قاذفة استراتيجية في قاعدة جوية روسية بالقرب من النرويج وزير الدفاع النرويجي بيورن جرام قال إن قوات الدفاع النرويجية تدخل مرحلة جديدة في العمليات والتخطيط وصلنا إلى نهاية نشرتنا مستمعين الكرام شكرا لكم على حسن المشاهدة لما زيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الكمبيس.سي إلى اللقاء ارامة للمكسرات جيب أبوكاس جيبه في الروس في أبوكاس تريم تاب شارك في رحلة نجاحنا أس اي موبلر ترجمة نانسي قنقر